جد شد وجزد خد وهات وهات واخد بس شود عد فود لأ ملعوبة حيلو عمو بسم الله الرحمن الرحيم مهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة الأهلي وقيم الوفاء لكل من أحب وأخلص فبداله الأهلي الحب والإخلاص إبراهيم أهلا بك يا بشواندس أهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس من ملك وكتابة حلقة النهاردة تحمل الرقم 896 وجاية في خضم وفاء الأهلي لمن أعطوا له وأخلصه وأعتقد إحنا تأخرنا عنكم ساعة كاملة النهاردة علشان القناة أعادت بث حفل التأبين الكبير الدافئ اللي أقاموا مجلس إدارة الأهلي بالأمس للراحل الكبير الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي واللي أزح فيه المجلس الستارة عن تمثال وضع له في مدخل المبنى الإداري أو مبنى الإسكواش بالنادي كما ترون حضراتكم واللي حمل اسمه أيضا وفاء وتقديرا يعني الساعة اللي تهدت مننا دي بمنتهى السعادة والحب وأقل ما يمكن أن نسهم به عشان الناس تشوف كيف يبادل الأهلي من أخلصوا له إخلاصا بإخلاص وحبا بحب ووفاء بوفاء درس عظيم ملهم محفز لكل من يعمل لأنه ما بينساش مثل هؤلاء أبدا رحمة الله على العامري فاروق ويصبر أهله يا رب ألف رحمة ونور على روح الفقيد العامري فاروق وألف شكر لمجلس إدارة النادي ولكل محب الأهلي ولكل من يخلصوا في الحفاظ على قيم وتقاليد النادي الأهلي وشكرا كثيرا للحضور الكريم اللي شرف قاعة التأبين بالأمس وفاء وامتنانا وتقديرا وترحما على الفقيد الكبير حالة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم زي ما هي جاية في وقت الوفاء هي كمان جاية في وقت الارتباطات الرياضية الكبيرة للنادي الأهلي عشان كده فيها أربع عنوين قطار الدوري والمحطات الغامضة الشناوي وشبير الليلة تشبه البارحة عودة اللاعب المهم وبكامل عافيته وأخيرا يا لجنة الحكام من يمسك اللجام سأذنك في حاجة؟ أعايز أهنق غزل المحلة وجماهرها بعودة الغزل للدورة الممتازة إلى المكان الذي لا ينبغي أن يرحل عنه أبدا هذا الفريق العريق صاحب الشعبية الجارفة ممثل الغربية الأول يعني تخيل أن فيه ناديين دلوقتي من المحلة في الدورة الممتازة الغزل والبلدية يعني تمثيل قوي جدا لمحافظة الغربية وإن كانوا الاتنين من المحلة لكن جمهور يستحق لأنه شاف أجيال عظيمة جدا أستاذ إبراهيم يعني فريق المحلة ده يكاد يكون زي المنصورة كان معظم ملعبة دوليين أساسيين صحيح وقدم لمصر الكثير والمشوار كان للمحلة مش نوزة كروية بالعكس تحدي كبير ولا أعتقد أنه سوف يكون نوزة كروية في أي وقت ويتصادف أن الآن ليه حيروح لعب البلدية المواتش القادم فيحتفل مع الغزل في عودة المحل يعني إحنا كلنا يعني دلوقتي بيتروجيت والغزل وننتظر التالت التالت بقى اللي حيبقى جيم كده يعني من تحت الفوق كده وتصفياته بتاع فعقبال يا رب بقيت اللندية الشعبية النفس المنصورة زي الوحش منصورة والمينيا وأسوان وأسوان أسوان ده كان ينزل والنبي حاجة غريبة جدا يعني أسوان ده فضله مطشين وعايز نقطة حاجة غريبة يعني لكن مبروك للمحلة وبالتوفيه إن شاء الله لكل الفرق الشعبية اللي الحياة المسابعة تحتاجها النهاردة كمان كان فيه في محكمة جنح مدينة نصر نظر الدعوة اللي أقامها محامي محمد الشيبي المغربي لعب بيرامز ضد حسين الشحات لعب الأهلي والمحكمة برئاسة المستشار محمد مبارك حجزت القضية للحكم الجلسة 30 مايو نتمنى إن شاء الله نحن اللي لعبنا أولا حسين الشحات كل التوفيق ولاتحاد الكرة ولجنة الانضباط الاطلاع بدورهم في الحفاظ على اللوايح وتطبيقها لأنه ما وصلنا إلى هذه النقطة إلا بسبب التقاعث عن احترام اللوايح ولوايح النظام الأساسي اللي بتحكم العملية الكروية برشواندس وقعد صعب كل حاجة يا زبراهيم مش عايزين نمشي زي غيرنا حقيقي يعني المشهد الكرة عندنا مشهد ده ده إحنا كويس إن عندنا مواهب بتطلع وكويس إن عندنا منتخب ماسك طوله أه مش بحق اللي استحقه لكن ده معجزة في حد ذات وجود وجود المنتخب أو المنتخبات في المنافسة إيه اللي عندنا في النظام الكرة يعني يشاور لك إن إحنا ماشيين صح ومحدش عايز يسد يا جماعة مش عايزين نخش فيه ما نخشش في النواية واصل المش عارف إيه ما عندناش حد يتعمد لا العالم كله فيه ناس بتتعمد بس بتتحاسب لما يكون الإنجلترا ناديين فولهم ونادي تاني مش في النوتينجهام ولا مش عارف إيه مخصوم منهم نقاط علشان الشفافية المالية والليعب المال السليم لما يكون كل العالم عمالي حاسب حكامه اللي تلعبوا في النتائج لما يكون كل العالم مهموم بمحاربة غسيل الأموال في كرة القدم والمرهنات وإحنا عاملين وإذن من طين وعايشين في فقاعة إحنا بخير بس الأخطاء جزء من كرة القدم لأ الأخطاء جزء من كرة القدم لما تكون أخطاء عبارة ما تكررش لكن إحنا نفسر كل خطيانا الكروية إنها أخطاء لا دي خطايا مش أخطاء هنجل كده بالتفصيل في الحديث عن ما حدث في المحكمة وما هو منتظر في هذه القضية لكن عايزين نبارك لرجال كرة السلة الأهل نبارك حق الفوز التاني على الزمالك في نصف نهائي الدور السوبر المباراة التانية ويتبقى غدا وجمعا إن شاء الله اللقاء التالت إذا الأهل فاز بيه يصعد مباشرة لأنه بيستو فايف إنت هتلعب خمس ماتشات إذا كسبت تلاتة إنت بتصعد على طول وتلغى المبارتان المتبقيتان لكنه الأهل فاز في المباراة الأولى تسعة وسبعين ستين وبالمباراة التانية نبارك فاز ستة وسبعين واحد وسبعين غدا المباراة التالتة والاتحاد السكندري وسبورتينج في نفس الدور ماتشاتهم 24 و 25 و 27 و 28 و 30 من هذا الشهر كل التوفير لرجال كرة السادلة أفتقد أنا يا سيد إبراهيم أعني البركة في الموجود طبعا بس وفريق كرة السادلة السنة دي فات بظروف صعبة جدا غيابات كثيرة مؤثرة جدا من الأنمع نجومه ولكن عمر زهران غيابه مؤثر لأنه عمر زهران أقوى وأسرع لعف المصر فغيابه مؤثر دفاعا وهجوما والبركة في الموجود طبعا الأجنبي بدأ يندع ويديني أمارات حلوة براندون نتمنى أن كل لعابتنا يعني تستكمل عفيتها ونخش بقى على المراحل عاصمة فول تيم إن شاء الله كمان بمبارك لبنات كرة السلة الحقيقة اللي صعدنا للدور النهائي لدور السوبر بعد الفوز المستحق والكبير على هليوبلس 63-46 البطولة بتاعت البنات بتتلعب بيستوف 3 فبالتالي حققوا الفوز في مباراتين وتأهلنا للمباراة النهائية لمواجهة سبورتينج السكندري مشهد بقى كلاسيكو وديربي يعني مش في عاصمة واحدة ولكن أهل سبورتينج يعني أصبح من الكلاسيكيات شأنه تقريبا الأهل والاتحاد في الرجال طيب الأهل والاتحاد في الرجال في الباسكت لكن في الكورة عملوا مباراة كبيرة جدا الأهل فاس فيها أربعة واحد ونتجت عنها عقوبات من إدارة المسابقات اللي النهاردة قررت توقيع غرامة مالية قد راهي عشرين ألف جنيه على المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي كما قررت إيقاف لعب فريق الاتحاد كريستوفر مابولولو لمدة مبارتين بالإضافة لتوقيع غرامة مالية عليها عشر تلاف جنيه بسبب الطرد للخشونة المتعمدة أثناء المباراة هي اللايحة اللايحة فيها مبارتين عشر تلاف جنيه ولا أيهما أو كلاهما لا العقوبة الإيقاف والغرامة أو أيهما يعني يعني إداء خف طرد إلا إذا كان حصل حاجة بإحنا ما حسناش بيها يعني استوجبة الغرامة طيب لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي حددت حكام نهائي دور الأبطال المباراة الأولى اللي حتتلعب في تونس الحكم الجزائري مصطفى غربال حكم ساحة وهيعاونه في مقرار قراري وأكرم الزرهوني بينما يتواجد الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني كحكم رابع في غرفة الفار هيكون الموريتاني دحان بايدا وبتعاونه سليمة مكنسانجا من رواندا والمرائب المغربي يحيا حدقة ده لمباراة كل ما تونس يوم 18 الشهر ده إن شاء الله في هذا النهاء المهم أن نشوف هنا وهناك تحكيم خالي من الأخطاء بإذن الله العودة في القاهرة يوم 25 صافرة للحكم الكنغولي جان جاك نادالة وبيعونه سورو في تسواني من لسوتو وسيدو تياما من بوركينا فاسو والحجي ألو محمد كحكم رابع وهيكون في غرفة الفارف هنا الحلو إبراهيم من الجزائر وبيعونه دانيال لاريا وعبدالله محمد من السودان دور طاقم حكام الأهل والترجي نهائي دور الأبطال بحثا عن الأميرة بالنسبة للنادي الأهل والحفاظ على اللقب خاصة بعد أن تحدد أطراف المشاركة الأفريقية في كاس العالم للأندية الترجي صعد مع الأهلي والوداد وصندونز الأربعة اللي بيمثلوا أفريقيا في منديال الأندية إن شاء الله تعالى في أمريكا صيف العام المقبل الأهلي والترجي مباراة ذات مذاق خاصة لأنه بتجمع بفعلا الناديين بيحترموا بعض قوي أي بيحترموا بعض على المستوى الفني الرسمي وبيحترموا بعض على المستوى الجماهيري أنا بسمع تعليقات من جماهير الترجي يعني زي قلت والله اللي عايز يتدخل بنا يطلع مالوش لازمة يعني فيه ناس بتحاول ليه الأسب الشديد ولا تيأس بشكل فج وممجوج للوقيع بيننا وبينه وده حيحصل هنا وحيحصل هناك وأنا بحذر هنا الجماهير وبحذر حتى المسؤولين عن التنظيم من محاولات البعض في محاولات اللي أنا توقع حيحاوله يعني يفسدوا المشهد لكن بإذن الله يعني يخيب رجاءهم ويبقى نهائي يليق بيننا دين مهمين في الخار يعني طيب ده يمكن ما يخص أفريقيا لكن ما يخص الدوري قطار الدوري والمحطات الغامضة الحقيقة المحطات الغامضة في الدوري لأنه القطار منطلق حتى مع المؤجلات اللي الأهلي لعب فيها المباراة مع الاتحاد السكنداري مفاز فوس كبير لكن المحطات الغامضة أنت طبعا هتستمتعوا بالربعية الأهلوية الرائعة لأنه يمكن ده وسام بدربة جزاء نموذجية أنا بخاف من آه تيجي فوشك لأ بخاف من الدربة اللي فوق دي آه يعني فيها شوية مخاطرة بس أولها عمر بص عمر يعني لا عمر أنا عايز أتوقف عنده شوية آه لكن رضا سليم كمان لعب بسكتبول برجله بص لما هيستمع رضا سليم ده يتدرس بص يعني لا يمكن يتدرس في القرار يتدرس في التحكم يتدرس في الدقة يتدرس في المهارة يتدرس في أنك أنت تبقى والجون اللي جوان جميل آه عمر كمال أنا طول عمري رأيي أنه سوف يجيد في النحة وقربة كمان ضربة جزاه وراخر مزدوجة على فكرة آه على مرحلتين آه يعني فيه ناس يقولك ما شالش لا شال رجله الأولانية لو تشوفها هتشوفها دلوقتي شوف شايف متشالة متشالة التانية خلاص هو حاسب التانية طبعا هو حاسب التانية آه بس دي متشالة متشالة هاي يعني أغنتنا عن جدل كبير يعني أي فهي وبردو كهرباء بيعلي بقوة آه ده الدعف النص يعني آه والله العظيم ضربات الجزاء دي بات مرعبة جزاء دي بات مرعبة مؤلقة جدا آه طيب أنا عجبني بقى حاجة عمر أنا الأول أنا الأول قبل ما أرجع عجبني كولر آه بدأ ما يثبتش مين يشوت ضربة الجزاء كنت هسألك في دي آه هو قال لك أنا مش عايز أثبت وبلجأ للجيم نفسه أثناء اللعب مين موفق يحتاجي شوت آه يخلق لك أكتر من اللاعب يقدروا ياخدوا ثقة آه يعني بجانب علي معلول يبقى عندك آه زاد إن الجوان ما بتحفادش بقى ما حدش عارف مين اللي يشوت واللعيب اللي بتعود يخش يشوت بهو نفسه بيحتوار أغير ولا مغيرش المراتي آه فالتك يعني التنوع مهم آه دي حاجة أما عمر كمال آه أنا كنت أراه رجل المباراة على فكرة آه أول مرة آه يعني قالت لك أصل عمر مش باكليفت الناس مستعجلة على على الناس تشوف نتيجة آه أو أو هي بترسم آه صورة في دمخ الملائته في الملعب بيقلقوا آه بس عمر كثيرا ملعب باكليفت وأنا بشوفه إنه ما بيجي من ناحية الشمال ويشوت من الحتة دي شديد الخطورة آه والجوني اللي جابوا ده جابوا قبل كده آه أكتر من مرة جابوا أكتر من مرة إنت عندك دلوقتي إيه الناس بتشوت من برة 18 وده تنوع مطلوب وحميد جدا يعني عندك أفشة وعندك السلية وعندك دلوقتي آآ 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 إمام وعندك آآ عمر كمال يعني ده مطلوب وينضم إليهم طبعا ناس هتبتدي تتشجع آآ لأن أنت بتحتاج المهارة دي جدا لأستاذ إبراهيم أحيانا في مطشات فيها تكتلات فيبقى جزم التكتج بتاعك إنك أنت تهيأ وكل الكور بيبقى فيها أكتر من ناقلة لو توصل وبعدين حد يهيأ يعني وكأن هناك أمرا ما متفق عليه ده كلام يبقى لك أن الفرقة يعني لا في مجهود فني بيبذل عايزين يدينه فرصته أنا عايز بس جماهرنا تكمل سيقاتها والله يا جماعة الآله في هذه اللحظة محتاجكوا أكتر من أي وقت حرفيا فمش ناقص كمان إيه اللي عنده رأيه سالبي حتى خليه نقوله بنا وبنبعض ما بنقولش نصادر على رأيه بعض بس خلينا ندفع بإيجابية علشان هو ده ده في إيد الناس اللي بتحب القالة إن التحاول اللي متصدي تدي له جرعة ثقة يقدر يتحرك به وخلي العتاب واللوم بعدين طيب التحاد السكندري يمكن النهاردة كمان الإسماعيلي فاز على الداخلية 1-0 وزد فاز على سموحة 2-1 إسماعيلي بدأت نتائجه الأخيرة تتحسن كتير طبعا طبعا هو اللي مش عارب يبتدي الموسم بشكله وينهيه بشكل عقوي يعني جمعة بكرة 3 مطشات سيراميكا مع طلاعي جيش الجونة مع فاركو ومودرن فيوتشر مع البنك الآلي ويوم السبت المقاولين مع الاتحاد السكندري والمصري مع بيراميز والبلدية يستضيف الأهلي الجولة 23 هتبدأ التلات على طول الاتحاد السكندري هيلعب مع سموحة وطلاعي جيش هيلعب مع الإسماعيلي والأربع الداخلية والجونة وبراميز وسيراميكا وفاركو مع بلدية المحلة يوم الخميس امبي مع مودرن فيوتشر والبنك الآلي مع المصري البورسعيلي أكثر خوضا للمباريات دلوقتي زيد والإسماعيلي لعبه كل واحد 22 مباراة امبي والاتحاد والبنك الآلي لعبه 21 الأهلي برغم عدد مطشاته الأقل إلا أنه أقوى خط هجوم حتى الآن ب33 هدف أكثر الفرق تعرضا للهزيمة البنك الآلي ب13 مباراة أضعف خط هجوم الداخلية ولم يسجل إلا سبعة أهداف فقط وأضعف خط هجوم أضعف خط دفاع بلدية المحلة استقبل 42 هدف رقم كبير جدا بلدية المحلة يا سيد إبراهيم الفريق الغامض اللي مالوش يعني متقدرش تقوله قوي ولا ضعيف كل المطشات اللي كسبها كسبها بجدارة وبأداء مبهر وفي نفس الوقت يخسر مطشات المباراة القديمة الألي شديدة صعوبة حسام أشرف مهاجم البلدية اللي هيواجه الألي هو هدف الدوري دلوقتي ب11 هدف مبلولو لعب الاتحاد اللي توقف النهاردة تاني الهدفين بعشر أهداف أحمد بالحاج لعب سيراميكا 8 أهداف هو ومصطفى زيكو لعب زد محمد سالم مهاجم المقولين ب7 أهداف القندوسي على فكرة دولة 5 أهداف سقط سهوا القندوسي عنده 8 أهداف طيب هدفه الألف الدوري لحد النهاردة بيرستاو عنده 5 أهداف محمود كهربا وسام أبو علي وريضا سليم كل منهم سجل أربع أهداف أنتوني مودس تسجل ثلاث أهداف وإمام عشور وحسين الشحاك وكريم فؤاد كل منهم سجل هدفين طاهر وعمر كمال ولو كل هدف ده قيمة هدف الأهل واضح جدا في الأهل التنوع وواضح أنه كل اللعبة بتسجل وواضح حتى المدافعين ليهم إسهام كتير في التسجيل ده ما يقولكش حاجة؟ يقول يقول أن أنت خلاص مش بتعتمد على مركزية الهجوم أن الفيرود اللي لازم يجيب جون وأو الطريقة أنت بتعتمد على أن الجماعية بتاعتك هي مصدر ثقل وخطورة النادي القلي وده مش جديد ده احنا بقلنا مدع على هذا النهج يعني حتى السنين اللي بتخسر فيها الدورة أنت أقوى جون طيب إذا كان ده النهج اللي بيعمله مستر مارسل كولر نشوفه هو نفسه بعد المباراة قال إيه عن هذا الفوز الكبير؟ بدأنا شوط الأولاني شوط الأولاني يعمل نشوط كويس جدا وجبنا ثلاث تجوان أعتقد الأداء كان في شوط الأولاني مردي وكويس بين نشوطين نتكلمت مع العيبة أننا لازم نكمل على كده ما نستهترش ما نستسهلش نماطش بعد النتيجة ونحنا نكمل على نفس الأداء لكن ما حصلش ده للأسف أول شوط التاني ودخل فينا جون فكان لازم أننا أعمل تغييرات أننا أقدر أتحكم في المطش مرة تانية وفعلا التغييرات ساعدتنا أننا نقدر نسيطر على المباراة ندخل هدوء في الملعب ونبدأ أننا نخلق فرص وأننا نجيب جون أنهى المباراة وخصوصا بعد ما المنافس جاب جون بدأ أنه يبقى شرس بدأ أنه عايز يدخل في الجين مرة تانية لكن بالتغييرات قدرنا أننا نتحكم في المباراة مرة تانية وقدرنا أننا ننهي المباراة بجون رابع وكان ممكن نكمل نجيب جون أكثر نحن عندنا قائمة كبيرة من اللاعبين نتكلم في 32 لعب اللي بيشارك منهم في النهاية 11 لعب بس وبيقى فيه ناس بره لازم طول الوقت مع ضغط المطشاط اللي عندنا ده بتقوم جهز طول الوقت كل اللعبة بتجهزهم بدنياً بتجهزهم فنياً بتقدر نتكلم معهم عارف أن أنت عمرك ما هتقدر ترضي كل اللعيبة في القائمة ودي أصعب حاجة هنا بعد سنة ونص أنا موجود فيها هنا في النادي أصعب نقطة هي أن أنت تعرف ترضي كل الناس مش هتعرف ترضي كل اللعيبة لأن كل اللعيبة عايزة تلعب لو اللعيبة تحول أنه هو موظف بيجي عايزة يراضي بالدور ده ده أصلاً لا يصلح لنادي الأهلي فاللعيبة كلها الحمد لله عندنا مش من العقلية دي كله عايز يشارك كله عايز يلعب فده بيدي صعوبة أن أنت معاك لعيبة كلها مستوها عالي فلازم بتختار اللعيبة اللي تساعدك تبقى محتاج أن أنت دايماً في ضغط المطشات من العقل كل 48 ساعة تريباً دلوقتي يعني فيش غير يومين بس بين كل مطش والتاني وده ضغط كبير جداً أنت تختار اللعيبة اللي تكون فريش وإحنا النهاردة كنا فريش وده كان الفترة الأخرانية بتدى أن أنت تريح لعيبة بتعمل التدوير إزاي بجهز لعيبة كلها عشان خاطر أقدر أعمل تدوير من غير ما يحسن خلل في الفريق النهاردة بدي علي معلول راحة بدي تاو تاو كان راجع من إصابة وده يبكزمات شورة بعض فيبدأ أنه يتعب فبدأ أن أنا رايحه بنزل بديله وبيقدر أنه يقدي فأنا مجهز لعيبة أتكلم مع لعيبة طول الوقت في النقطة دي بنتكلم معهم كتير نقطة مهمة جداً جداً لعيبة عرفاها ولازم الناس تعرفها كمان هنا الجمهور يعرفها أنا مش بحبه بكرة أنا ما عنديش لعيب בيلعب عشان شكله حلو ولا عشان أنا بحبه ولا عشان خاطر هو لطيف ولا ظريف ولا دمه خفيف محدش عندي بيلعب بالطريقة دي اللي بيلعب عندي الناس اللي بتأدي أنا عايز أكسب وفي الندي ده لازم نكسب كل المطشان وأنا كمان عايز أكسب كل المطشان مش هلعب لعيب بيخسرني مش هلعب مش هستغنى عن لعيب عارف انه هيكسبني واستبعده كل لعيب بلعب كل لعيب بختاره بختاره عشان هي دي الاختيار اللي انا شايفه الانسب في الوقت ده مع التغييرات مع القايمة مع الراحات مع كل ده بنقعد نفكر فيه مع بعضك جهاز بعد اتكلم مع الدكتور كتير اشوف مين اللعيب اللي يقدر مين اللعيب اللي لازم ياخد راحة دلوقتي مع خطط الأحمال بنقعد ندرس كل حاجة عشان نخطط مين اللي حيجي معانا قايمة المباراة ومين اللي يبدأ ومين ما يبدأش ومين اللي يحب طيب كولر طبعا ابتدأ يتكلم بشكل فيه صراحة شوي سيبك انه ايه اللي بين الشوطين واول شوطين يعني انما اتكلم في مسائل عامة الناس كلها بتنقشها اي زال روتيشن هلك انا عندي 32 لعيب وعايز اختار 11 ودي مسألة قديمة واسعب حاجة انك تراضي كل اللعيبة طبيعي ان اللعيب عايز يلعب واللعيب اللي مش عايز يلعب ده انا شايف انه ما ينفعش بلعيب كورة فهو يكاد يقول ايوة ازعل على انك ما بتلعبش بس ما تغضبش الفارق كبير ازعل خده حافز انك لما تجيلك الفرص وبعدين كلمة ان انا ما بيلعبش يعني مثل افشة ابتدي بعض البرامج اللي هي لها غرض ها للأسف الشديد يقولك هو افشة ليه ما بيلعبش هو بيسأل محمد شريف هو ليه ما افشة ما بيلعبش هو مظلوم هو بقى بقاله ليه افشة بيلعب بس مش بيلعب بالشكل اللي هو عايزه انه يلعب بانتظام يعني افشة لعب زي في الروتيشن معدلاته زي ناس كتير يعني وانا مش بقول افشة مش حالة بقوله كمثل يا جماعة لعبت النادي الاهلي مدركة تماما ان الروتيشن ده المصلحتها بينها وبالنفسها لما بتفكر بعقل ليه لان ان مرتحوش ما حيفضل يلعب لحد ما يركن ويتعب او يصاب ثانيا ان الروتيشن بيخليه يؤدي بقى ريحية ساعة ما ينزل الملعب فيبقى صالح الفريق وعندما يفوز الفريق الكل كسبات لان الفوز بالبطلات بيعود بالفايدة على الكل وطالما ان احنا مختنعين ان الاهلي تيم وورك وانه بيسعى من خلال الفريق الى احراز البطلات لازم كل العيب يعرف ان زميله اللي بيلعب بيساعده فالتناقض بقى ان تشوف حالة الحب في الملعب اللي بين اللعيبة يعني يقولك غطبان مش عارب فتبتدي تقل هتقول هي قطوا الليبس من الدربيك او لا ايه شوف لما العيب بيجيب جنب بيبقوا فرحنله قد ايه شوف رضا سليم اتعامل معا ايه شوف عمر كمال اتعامل معا ايه شوف وسام ازاي انخرط مع كل هدف اه انخرط مع اله بدأ يتفاعل ازاي وبيتعامل ازاي بدأ يتفاعل ازاي وبيتعامل ازاي مودست يعني اللي طبعا خد حظ وافر من النقد ها اه والناس مش مدركة انه هو جاي بوسم يعني مسألة مت يعني خلاص مرحلين احنا عندنا فيروت كويس ولسه فيه تدعيمات وفيه حاجات خلينا نشجع الفريق كحالة ها هو ده العلاقة الجميلة اللي بين اللعين هو ده اللي حينصفنا بص بص التمويهة شوف التفكير بص فرحه الرضا ديه شوف استنى تنط النط عشان يه بص امام فرحان لرضا اوي وهو قال له مسجوده بص 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 يعني هو مش لعب عشوائيه لأ شوف التاني ده المدفعج ما شاء الله هو ده عمر كمال ده الكاتالوج بتعمر كمان فانت يعني هذا التنوي اده فرصة للجهاز الفني يجرب ويلعب هيحلنا مشاكل كتير اي ها روس يا جماعة كمان ميستر كولر قال جملتين مهمين جدا قال لك انا مش هاشرك اللعب يخسرني انا والجهاز الفني والجهاز الطبي المعاون شايفين حالة كل لعب واللعب الفريش واللعب اللي خلاص خد من الشغل البدني اللي خليه مؤهل للمشاركة فانا حشرك اللعب اللي يفيد الفريق لكن دي نقطة مهمة جدا للجمهور والليه الاعلام حتى لانه كل الناس اللي بتتكلم على ليه ملعبش سين وليه لعب صاد وده ما اللي تورعوا لما بلعبش سين وليه لعب صاد وده ما اللي تورعوا لما بلعبش يا سيد براهي ما حدش فيهم عنده معلومة واحدة عن حالة سين أوصاد انتو بتتكلموا حتى والإعلام كلنا بنتكلم غيابي بنتكلم على حالة اللاعب وفقا لصورة عندنا سابقة لكن حالته في التمرين عاملة ازاي الوضع البدن بتاعه عاملة ازاي مدى مناسبته للمباراة دية وفقا لرؤية المدرب وفقا لقرايته للمنافس كلها حاجات بقول لكم محدش يعرفها إلا الكوتش فلما بيختار قال لك أنا مش هختار اللي يخصرني هختار الأنسب اللي يكسب الفريق وفي النهاية أعتقد الناس كلها عايزة الأهل يكسب عايزة أضيف حاجة بالإضافة كل المعايير المشاركة اللي انت قلت إليها فيه معيار لازم الناس تنبه ليه كويس جدا إن أنا كمدرب ممكن جدا اللي عيب يبقى جاهز بس أنا بركنه لحسابات مستقبلية يعني أنا للوقتي عين على أفريقيا وعين على الدوري عايز أوصل لغاية ماتش التراجي يكون عندي ماشا كده عندي فرقة معينة حتى طفزيني عايزة تكون موجودة وتكون موجودة مرتاحة ومهيئة إنها تلعب مش هنقدر نكون كلنا كوتشات لأن برضو انت لو س تبحث مع كلام مين انت لما تشوف الأراء اللي بتتقال هي أراء كلها محترمة ولها وجهتها لكن اختلاف بين بين العشرات من الجماهير اللي هم الولاد اللي بيحبوا حللوا يحبوا ينصحوا يحبوا إذا سمع كلامك ما هو التاني هيعمل إيه وما فيش مدرب يسمع كلام حد إلا إذا كان نتيجة معايشته هو أمال المسؤولية فيه مدرب إزاي يعني فخلينا نسق في الآلي وما أظنش أن نسقاتنا في الآلي خزالتنا يوما إلا قليلا بيبقى والله فعل فعل معظمها خلينا نفوت على الفعل الفعل وخلينا احنا بس نسد فريقنا عشان نرى نتحمل موجة ما سيحدث من منوشات طيب المزايا الفنية في مباراة الاتحاد كانت كتيرة هشوف الكابتن وليد صلاح الدين وهو بيعددها الضغط الجماعي في وسط المدين بالنسبة لنادي الأهلي هو على حسب منطقة الضغط فين وانت بتلعب مين وإيه اللي انت عايزه من المباراة يعني مثلا لو النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي بيضغط ضغط عالي وفي نفس الوقت الأهلي عارف إنه لما يضغط ضغط عالي على فرقة بتحضر ده بالنسبة له أي كرة هتتخطف فيها خطورة شديدة جدا فهتشوفها جالية هي الفكرة بس الأهلي بيلعب دين وبيلعبوا فين طبعا التغييرات كلها تعتبر مقنعة وسامة أبو علي قد بشكل كواس قوي عايز يدي الكهربا في نفس المركز عشان يشوف الجاهزية كريم فؤاد بدل حسيم الشحات مهم جدا نحمد نبيل كوكا مكان إمام عشور واضح إنه هيلعب جيم يعني عايز يلمس على الكرة ومش عايز يتصاب فبالتالي مستر كولر تغييرت متوالي اللي جاي طلع محمد عبد منهم عبد منهم طبعا طبيعي بس هي الفكرة أنا كان وجهة نظر إنه يجي بقى في ديئة سبعين وينزل محمد مجد أفش بحيث إنه يدي له عشرين ديئة زي دلوقت بدل الضيئ ويبقى عنده تغييرة خمسة دي اللي يعملها في الدقاية الأخيرة لكن النادي الأقلي بقى عنده فكرة التصويب يعني إنت لو جبت بقى الهدف الثالث بتاع عمر كمال عبد الواحد هتلاقي فرقة الاتحاد كلها رجع على التمنتاشر يبقى الحل الوحيد اللي خده عمر كمال عبد الواحد بذكاء شديد جدا هو التصويب والتصويب بقى أحد الأسلحة الشديدة الخطورة للنادي الأهل إذا كان من إمام عشور أو من عمر كمال عبد الواحد أو من مروان عطية أو من حسين الشحات حاجة رائعة يعني حتة الضغط والضغط العالي والقطع ده كلام فني طبعا محت لكن فكرة إن فرقة تضغط من الأول للآخر ده صعب جدا طبعا فعشان كده لابد أن نتحمل يحصل تفاوت في الأداء والفرقتها ده بعض الوقت وقالها مش طبيعي مفيش فرقة أنت لما تتابع تشوف ريال مادريد بيكسب المخشات إزاي في الآخر ما حتقول إيه ده كل ماتش لازم تقول إيه ريال مادريد يخسر بس يبتعامل مع الماتش إنه يعرف كسبه ما بيقولولوش بقى الأداء ومش الأداء والكلام ده يعني فيبتدي أنشلوت يقول لك ما يحدث سحر هو نفسه ما يحدث سحر أما فيش فرقة في العالم بتقدر تعمل الكلام ده المدربين التانين أصبح لديهم قناعة ما تفرحش إلا في قط اللبس نفس الكلام اللي إحنا عايشينه وبتقال عن نادي الأهل يعني الجيل الجيل اللي إحنا فيه ده جيل تعب يستحق المساند ده فعلا بيحق أرقام يكادي يحطم كل الرقام لو كسب أفريقيا يا رب إن شاء الله ولازم اللعبة تفكر في كده إن بتعمل مجد شخصي نفسها تكسب الدور تكسب أفريقيا السنة دي يبقى قفلوا اللعبة طيب كابتن وليد كمان أشار لنقطة واضح إن فيها تطور في أداء الأهل وهي الشوتينج من مسافات بر شفنا إمام بيسجل قبل كده برضو بتزديدة شفنا عمر كمال عبد الواحد بيشوت من برة شفنا مروان عطية بيشوت أيضا المغربي رضا رضا سليم بيشوت فالاعتماد على التزديدات من مسافات بتضرب التكتلات اللي هي السر الدفاعية اللي دايما الأهل بيواجه بيها لكن كلمة السر في تفوق الأهل أو أي فريق بيكشف عنها الكابتن محمد عمر نجم الاتحاد الكبير الحقيقة الاتحاد السكندري أنا وجهة نظري هتفهم برضو مع كابتن وليد بدل إمام كان ممكن يبقى أبشي هو أنا شايف إن من المنطق هو اتفهم مع كابتن وليد في أزيج الجزئية المباركة مفتوحة فيها مساحات كبيرة جدا وبالتالي كان نادي الأهلي محتاج حد يستلم كورة يأخر اللعب شوية يحرك المهاجمين يعمل استحواز فأعتقد وجوده كان مهم جدا للنادي الأهلي أتفق مع كابتن وليد في أزيج الجزئية ممكن ياخد جزء من البلدية أو يبدأ بلدية أعتقد هيبدأ البلدية لأن برضو البلدية عندها مساحات كتيرة جدا فرقة بتلعب بشكل هجومي مندفعين هجوميا وبالتالي المساحات كبيرة جدا وجود محمد مجد أفشا مهم جدا الحقيقة لأن العيب البليميكر أليل جدا في مصر اللي بيقدر يحتفظ بكرته اللي بيستنى اللي جاي من تحت بيحرك الناس بكرة طولية بيخترق بضبل باص يعني عنده مميزات كتيرة جدا بيتحرك كمهاجم تاني ويقدر يسجل من داخل الصندوق أعتقد ممكن يبدأ مباراة البلدية يعني هو طبعا تركيز الكابتن محمد عمر على فرقة الاتحاد لما بيقطع الكرة مش محضر هيعمليه في الهجمة وأن كنت أرى أن الاتحاد يعني دخل في الجيم متأخر شوية وده اللي حصل السنة اللي فاتت برضو الماضي يكاد يكون متكرر بنفس النتيجة تقريبا يعني وبنفس الظروف لكن الاتحاد فرقة كرة فرقة كرة يعني ما بتلعب بتمتعك يعني مسألة مبلوله الطرد آه بس في ديها تماني كان مضوع خلص أنا متدائم انطرد مبلوله لأن حتة مني اتحادوية والماضيين الجاين محتاجينه يعني نتمنى الاتحاد بس هي فرصة برضو الاتحاد يجرب يلعب من غير مبلوله يعني عندهم فرقة كويسة جدا لو دفاعيا شوية ما تكررش الأخطاء أنا بشوف شفت الماضي اللي قابل الأهلي كان فيه أخطاء فادحة دفاعية ربنا سطرها وخرجوا كذبانين لكن فيه أخطاء عاية الضبط عشان ما تتفاجئش بهجمة مرتدة أو بتاع الأهلي كان عنده طوفيق في الجولين بتوعرضه سليم لقتلعبه بإبداع يعني بس إبداع ما ما ندارش نقول أنه هو ده بيحصل بصمرار فكل التوفيق لكل الفرق الشعبية طيب المهندس عادل كان أشاري لأن أحمد القندوسي نجم الأهلي المعارل السيروميكا عنده تمن أهداف هو الحيحنا كنا بنتكلم على هداف الدوري هو عنده تمن أهداف منهم ستة في الدوري وهدفين في بطولة السوبر وكاس مصر لكن في الدوري فقط ستة أهداف لكن في المجمل لو على مجمل أعماله تمانية ده أنا شفت له آخر جون ده زي بتاع عمر كما الكتب بس خبط في العرض وفي ظاهر الجون وداخل فهو بدأ يشوت من برة بدأ يختارق ويشوت من الجناب لا فيه تطور جامد في أداءه هنتلع لفاصل وبعد الفاصل تفاصيل أخرى في قطار الدوري أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نشاطر الصديق العزيز وعضو النادي الأهلي والأهلاوي الكبير الأستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحفي الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شقيقته نازك محمود عز الدين التي وفاتها المنية في رأس الخمة بالإمارات للفقيد الرحمة وللأستاذ حامد والأسرة خالص التعازي والدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله إن شاء الله وربنا صبارك يا حامد أنا عارف كتغلي عليك أوي عودة لقطار الدوري المنطلق حتى مع هذه المحطات الغامضة الحياة برضو منافسات الدوري وأيضا أداء الأهلي دايما ما بيثير اهتمام مقدم البرامج في التوكشو الزميل تامر أمين واحد من الأهلوية المهتمين دايما بالتعقيب والتعليق على أداء الأهلي نشوف رأيه بعد ربعية الاتحاد الأهلي والاتحاد السكدري في الدوري سمفونية بالمعنى الحقيقي لكرة القدم من أفضل أشواط الأهلي ومن أفضل أشواط المدير الفني مارسل كولر منذ قدومه إلى النادي الأهلي مش بس عشان النتيجة أنا أنتوا عارفين رأيي ومبدأي ده أنا حتى بنتقد المحللين الأشاوس اللي بيعودوا يقيموا طول الوقت ويحللوا بالنتائج مش بس عشان النتيجة لا أي حد بيفهم كورة وشاف أداء الأهلي حتى لو كانت الكور اللي دخلت دي لم توفق وما دخلتش كان لازم يقول أن ده أداء ممتاز لأبناء القلعة الحمراء سيطرة والتحركات وخلق فرص وضغط على الخصم وتغطية وتغطية عكسية الحقيقة كل فنون كورة القدم حاجة الحقيقة ممتعة ممتعة ده رقم واحد حتى لدرجة الناديات بتفرج كده عمال أقول يا سلام لو الأداء ده يحصل في مطش الترجي لو ربع الأداء ده في مطش الترجي قدر أقول لكم مبروك عليكم كاس أفريقيا بس يعني لكل مقام مقال ولكل حدث حديث وإن شاء الله يبقى فيه أداء أحسن كمان في مطش الترجي وتحسم البطولة الاثناشر إن شاء الله للنادي الأهلي قوله أمين قوله أمين أمين إن شاء الله أمين يا تامر يا أمين يا أمين يا أمين هو جميل ما هو عارف صحيح الأداء النتيجة اخترنت بالأداء وهذه يعني كرة القدم كما يتمناها الجميع أي اختران نتيجة بالأداء أي لكن أنظر أنا الأمر إن القدرات اللي في الفريق عبرت عن نفسها إذن الفريق لديه القدرة أن يفعل هذا لكن أنا مش عايز ده ياخدنا في سكة إن أيوة كده بقى نروح إحنا يعني بره وجوه وكلام اللي حيتقال ده ده كلام غلط لازم نروح خايفين ماتش مهم جدا ولا تخدعنا أستاذ إبراهيم نتائج الترجل الأخيرة لا هو خرج من الكاس لأنه بلعب الصف الثاني هو رايح لعبته للفاينل وده الفخ اللي مرضاش كله ريوع فيه أه أقول له يلعب من غير الدوليين أه فضل 32 أه كرة ملاش أمان تحترم ما تديك أي ده بالعكس أنا خاب بقى ده هو أعمل إيه؟ هو بيرايح في رئيته وبيخليها تركز من المبارح وأول المبارح في المطش الجاي أي فهو حيفجأك بفرقة متضربة على المباراة دي أي من ناجل هذه المباراة أي ربنا خرجنا منها بشكل إيجابي لأن هتكون مؤثرة جدا في المشوار طيب كلام اللي بيقوله تامر أمين الحياة عن المتعة في الكرة لأن كل اللي تفرج على الأداء استمتع فعلا سخلينا نرجع كل حاجة لأصلها وصاحبها خدوا بالكم لعبة الاهلي لعبة لغاية دلوقتي حوالي 36 او 37 مباراة من بداية الموسم لغاية النهاردة اعلى حد في الدور اللاعب 20 او 22 مباراة ازاي فريق يوصل ل 36 او 37 مباراة وهو لسه ملعبش نص الدور بتاعه ويكون في حالة الفواءان البدني واللعيبة كلها فريش ده ما كان له ان يتحقق لولا سياسة مارسل كولر في التدوير بين اللعبة وتوزيع المطشات على اللعبة ولذلك هو الراجل مرة قال لو جيته حسابته الدقايق لكل لعب هتلاقي تقريبا قريبة من بعض كلهم لعبوا ما فيهاش فرؤات كتيرة بس الناس بتبقى عايزة واحد معين يبدأ موجود على طول الناس اتكلمت المطش اللي فات تشوف له رأي وليد صلاح او كابت محمد عمر كنا محتاجين نشوف افشة لو حططلو الخامسة اللي نزلو كل واحد فيهم له حق انو يشارك اللي كان كويس المطش اللي فات ومن حقه يكمل زي محمود متولي واللي عايز يحافظ على جزء الهجوم زي كهربا ولو بسطلو كل لعب شارك عندو معطيات المشاركة افشة طبعا محدش يقلل منو لكن خدوه باكيج خدوه ضمن مجموعة لعيبة كل واحد فيهم واخد عدد دقايق قريبة من بعض عشان كده توزيع المجهود بين اللعيبة كلهم الرجل قال لك أنا عند 32 لعب مطلوب ألعب ب11 و5 بابدلهم 100% ان فيه 12 هيخرجوا انا بشارك وبدخل اللعيبة الاقدر على تنفيذ المطلوب اللي يساعد الفريق عشان كده اعتقد لو الناس افتكرت انه محمود متولي ده كان بعيد جدا وناس كتيرة كان بيقولك محمود متولي اول الرحلين عبدالقادر الناس كتيرة تكلمت على امصته ومشكلته واصله فيه وتقال فيه كلام كتير قوي وكريم فؤاد نفس الحكاية نفس الحكاية النهاردة كريم فؤاد بيشارك بفعالية وتأثير محمود متولي بيبدأ المطش اللي قبل اللي فات والمطش اللي فات بينزل كمان وفي كل الظروف ده المطش اللي قبل الاخير خاد رجل المباراة وسجل فبصوا اللعيبة اللي كانت مبعدة عبدالقادر الرجل زعلان على اصابته في التوقيت ده كان وصل خلاص بقى لعيب اساسي في ناحية الشمال ومعتمد عليه كل ده يا جماعة لانه الراجل بيدورها بين الكل فالدعم والمساندر حقيقية تبقى للمدرب والجهاز اللي فعلا حارسين انك انت توصل في الفترة الصعبة دي بعد عدد كبير من المباراة وانت عندك لعيبة كتيرة تقدر تقول مين يلعب في الرايت مين يلعب في الليفت تبصوا تلاقي عدد كتير مطروح اتنين تلاتة في كل مركز مفيش حد مهمل ومفيش حد اساسي كلهم اساسيين والمسألة بتتدور فيما بينهم عشان كده هنلاقيهم في حالة دايما فرش قوي واللعبة حالتها البدنية كويسة انا بس عايز عشان افشا بيتعرض لراغي كتير اي وده بيزود الحرك بتاعه يعني مش بيدينه فرصة ان يتعامل علينا الموضوع طبيعي اي وكأنه يتعرض لظلم او اضطهاد انا بس عادي اذكر افشا نفسه السنة اللي فاتت لما كان فيه موقف غاضب منه واحرز هدفا واخضب الجماهير هو نفسه ادرك اني لا الموضوع ما يمشيش كده ايوة فصالح الجماهير فاستوعبته اه فانطلق اي يا افشا انت مؤكد مؤكد الراجل عايزة يشوفك في فورما معين عشان مدخل لك دور وقد يكون قريبا اهم حاجة انك انت لو جت لك الفرصة تبقى عند حسن التوقع طبعا وساعتها كل اللي فدعك انت مش هتفكر فيه اي اصلا انت بقيت نجم خلاص انت مش جاي تثبت نفسك اي فاعرف ان دي مراحل هتتعرض لها انت وغيرك مهما كان حجمك كلاعيب اي مين احسن لعيب في تاريخ الناس بتشارع كابتن محمود الخطيب مر ببعض الظروف دي اي ولكن لما النادي لجأ له يا راجل دماتش الكاس قاعد احتياته ونزل في اخر عشرة ده بتاع اربعة اثنين 78 اه هو وطير الشيخ اه قلب الدني في ربع ساعة خلاصوا الليلة اه واخد بلا مغلوبين اثنين وواحد نكسب اربعة اثنين اربعة اثنين في في 13 دقيقة اه 13 دقيقة اي هو ده تأثير اللعيب الكبير اي ما هيش محتاجة ندي فرصة لحد يرغي ولا ندي ودنة للناس ترغي فيها او تودود لنا فيها او تشغل لنا دماغها لان انت متاش عارف اللعيب وهو ما راح بيجي له مكالمات من مين ومن مين ومين اللي بعضها عامل ان هو قلبه عليه اللي بعضها عامل انه صاحبه اللي بعضها لا وحيانا فيه سمه في العسل اكتر واحد عايز يشوفك وانت في احسن فرمة ليك وانجح حالة ليك المدرب وجماهير الاهلي مؤكد وجماهير الاهلي بما فيهم والاعضاء طبعا والمسؤولين كلنا جماهير ايه فانت خلينا مش قفشة بقى كل لعبت الاهلي فطرة جاية خلي بالكم من الجيم ده ناس هتوضود لكم كتير ودايما حيفكروا مين ما بيلعبش لو قفشة لعب حيقولك فين امام عشور لو امام عشور مش عارف ايه حيقولك فين فين السولية لو وسولية ما كان فاتبت الظروف دي يعني دائما حيبقى فيه واحد يقولك فين فلان ودي مسألة بديهية يعني ايه المهم فلان لما ينزل يبقى كده زي محمود متولي يبقى زي رامي ربيعة ايه جه مكامر الراجل و وحاجة يعني بنسبة نجاح فوق الـ 5% ايه لما اربعة خمسة اللي جم من بعيد وبقى مأساسيين بقوة وهو عمر ما هو كان ماركون ونزل اه 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 طيب اه جدا يعني ايه وقريب فواد نفس الشيء ايه اه الناس لازم تصبر ولازم تصق ان الاجهزة الفنية مش هتشتغل بالطريقة البلدي الحب والكروه والكلام ده مهم لا وحيانا حيانا وده اللي كان مانويل جوسي تبديلك وبيزعل منه براكية مش بيزعل يعني يقول لي يعني التالي كل شوات قولها كابتن اسلام الشاطر اول ما جي النادي الاهل مبيلعبش وكان بيزعل خد له كذا ماتش وبعدين جي ماتش الاهل والزا مالك قالوا الرجل حتى مش تهيبني في حالي دخلي يقولي انت لأني قاعد عامل كده مش موجود قبل ماتش اللي قاله الزا مالك قاعد ندعي فقط اللبس قال لي انت زعلان هجبلك مش عارف ايه قال لي ما يسيبني في حالي قلت له مبروك قال لي قلت له مبروك وداخل يقولك كلمة مستفزة بيه الظهر يعني فكر فيك دخل بص عليك عادي يقولك يلا بقى فوق بقى ما تعمل لش زعلان ولعب كابتن اسلام ما تركنش بعديها ما تركنش هو دي انك انت تبقى اللعيب اللي عارف قدراتك وعند الاحتياج اليك المداري بيقولك اسف هو من نفسه وده اللي الكولر بيقوله اتمرن كويس قوي وينافذ المطلوب هتاخد فرصتك حتى انت هتقعد تقول ايه ما انا بنافذ المطلوب انت بتنافذ المطلوب وزميلك بنافذ المطلوب فياخد الانسب للمباراة ايوه ايوه او انت متدخرك لحاجة تانية ما انا انا ليه كنت عريس قولك فيه بعد مش تمال الانسب للمباراة وبس انا عايز مثلا هو التراجع عمل ايه اما لعب الاحتياطي بيعمل ايه بيعمل اللي بعمله كولر بس بشكل جزري فرقة رياحة ولاعب الاحتياطي عم خرج من الكاس انت كولر بيعملها بالتدريج بياخد اربعة خمسة كله ماتش غيره ويديهم اوقات من المبرامج يعني يعني مش بيغير في صلب الفريق كتير لا بالدخول والخروج وكده بصرف النظر احنا في النهاية والله اذا لم لكن على قلب رجل واحد وبنفرح للفريق ويهمنا الفريق محد حينجع محدش حيتشاول لقول له انت السبب ايوة ربنا رزق بالجون بس اللي خلانا كسبنا الماتش عشان الناس بتكر الجون منظومة دفاعية حافظت على المكسب ده اي اللي ده لك اللي سرو باص لما ربنا ولذلك كابتن حسن حمدي لما عمل اللايحة بتاعت الرجل المباراة والجوائز افضل لاعب وبتاعة كان فيه جواز مالية اي قال له ما حدش هاخد الجايزة لنافسه حتى تتحط في صندوق اللاعبين كان عام بصندوق بيجازي من غرامات اللاعب المخالفات والغرامات والتأخير والخصومات زائد البونس اللي بيجي من حاجات زي افضل لاعب والحاجات دي في المباراة بتدي لك احساس انك اي وقت دي انت كسبت الجايزة بس بمساعدة الفريق الفلوس هتتحط له وانت النهار ده انت حطيت مكر هتاخد من واحد تاني الفلوس هيحط هوا برضو بتعمل الجماعية طبعا روح الفريق ما تنسوش يا شبابنا انتو على وشك دخول تاريخ فكروا في كده ييجي بقى التاريخ ده يعني سيد ابراهيم المينيسي لو الناس قالت كده في ملك وكتاب ده احسن برنامج عشان اداء ابراهيم المينيسي مش هنبسط انا عايز برنامج باحسن برنامج هو الاحسن بيك ما شو انت لا يعني بصار في النظر اشكرك واحسن بي نحن الاندين بس يلا نتمر لكن هو ده اللي عايز اقوله هاي من ايه ان البرنامج ده مسمع ومؤثر بقى ده راقي جدا مش هغير مني وكل هتغير مني لان انت الحال دي وانت قلت حاجات فجون انا الحال بعد ده رديت عليه وهكذا ده بموجود كل الزمل طيب الزميل برضو محمد المحمودي والحياة رجل موضوعي او بيلتزم الى حد كبير في ادائه حتى الان بالموضوعية هو لافت نظره اهتمام مارسل كولر بامام عشور نشوف رأيه ونعلق عليه لانه كلام مهم حكاية حلوة وبعد تقلق لافت من امام عشور لازم هنا توقف وقف عشان كل حاجة تاخد حقها وطبعا الكلام يأتي في اطار الاستعداد للترجل لانه الهدف الاسمة بصوا جمعة كل مدير فاني بيكون عنده لعيبة في ارض الملعب اللعيبة دي تعامل غير ميز ولكن لا يكون عندك حد بيديلك كل حاجة في ارض الملعب فيتعامل غير بقية الناس شوية طول ما الحد مسموح نكو تبالنا ان كولر في اول الموسم كان عنده موقف مع امام عشور في السفرية والكل فاكر لكن لما شاف كولر ان امام مع الرجعة يعتبر تقريبا هو المدير الفني للأهلي في ارض الملعب هنا التعامل يختلف انا هبدأ من لقطة خروج امام عشور شو معنى؟ لانه ديها السبعين وامام خارج في ارض الملعب وامام بيبص على الساعة وبيقول لكولر ليه؟ فكولر فورا ارى ان امام كان حابب انه يكمل تعالى ولا تزعل نفسك ولا تزعل نفسك ده انت نجم النجوم كويس نكمل مشهد تقريبا بدون مقارنة طبعا يعني ليه كل ده بيحصل اسمحوا لنا نعرض تصورين اولا هو البسيط اللي وضح لك لئمام هو حرفيا المدير الفني للأهلي في ارض الملعب تمهيدا للترجي لانه هنا الكلام هيكون مضبوط نبدأ بالأولى امام عشور هو اللعيب اللي بيعمل كل حاجة في نصف معه بالأهلي نبص مع بعض امام بيستلم الغير متوقع دايما عنده في السهل والصعب استلم عايز ايه عايز نغير ملعب عايز نعمل تمرير المفاجأة ادي واحد افتح لبيرستان ونحي تليمين وهكذا 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 انا معاك التانية ودي علي معلول كل بقى الحاجات اللي شبه دي امام بيعملها دون عن غيره مع انها في الكورة والله هي الاساس لكن مين قال ان كل اللعيبة مصر بشكل عام عندها الاساسيات المهمة في كرة القدم والدليل انه لما جات الكورة عند حد غير امام بص على امام الناحية التانية بيتحرك فين امام لو الكورة جات له هنا راح انفراد طب هو طبعا محمد نركز على امام عشور اي بس انا مش متفق معاه في التعبير ده مفيش حاجة اسمها المدرب اللعيبة غير يميز حد عن حد انما هو في لعيبة بيراعي مشاعرها لان ممكن تفهم اللقطة غلط امام بيقول له منا الدنيا ماشى ولسه هو مش بيعايز فاهمه انا مش بغيرك عشان انت وحش اي انا بغيرك لاعتبارات اخرى مش ضروري يقعد يقول له كل الخطة اه يعني كل تفكيره ان انا عايز اريحك ان انا عايز اشوف حد غيرك ان انا اطمدت عن النتيجة فكده بقى ممكن ترتاح شوية ودي يعملها معاي لعيب يعني مش بالعاشر الراجل ده محترم جدا كل اللعيبة بيبقى حريس فتصوير العمر انه خاص بفلان لا هو مش خاص بفلان ايه لا يا غلط هو لا مش غلط ده ده هو اصله المحمودي مدكك لا كمان مقتنع طبعا مؤكد بامام عشور وكلنا مقتنعين طبعا امام العيب بقى مختلف اضافة قوية جدا اه وعلى فكرة وعمر كمان مش مختلف وكان عندك باك وييجي من بعيد شوت الشوت ورده سليم ورده سليم اللي بوس الكورة كل اللعيب مختلف عنده الميزة اللي بيكمل زميله اي انا بنكلم على الجداد انما احنا امام عشور لان في حالة من الترقب هنا بقى اللي عايز اقولك يمكن دي اللي خلت مارتن كولر عشان ما حادش يلعب في ودانه قوي فيه تربص جامد وحطين كل نفس لامام عشور تحت الميكروسكوب كل نفس وفي بركة يخرج في المنتخب يكلم زيزو طب طب عليه قل لك عايز يرجع يا عمي الناس كان اصحابه مع بعض هم في المنتخب يدي له ظهر يعني يعمل ايه يعني ما يبقوا صحاب ايه المشكلة تفسيرات نفسانة هي تفسيرات الجمهور بيغيز بعضه بس بواخد الدنيا في سكته واخد بالك ربنا نجينا من من الظاهرة دي لانها استشرت يا استاذ إبراهيم وبقت خطر جدا انا بيطلع بيتقال علي وعلى ثاني كلام وانا ما بفتحش بققي انه شفت حاجة صورة برضو قال لك المهندس عدلي بيقول مين بيهدف نلة الاهل مين رمز الشرف والنقاء وانا متأكد لانت قلت والله ما قلت ولا عرضنا ده ولا ده كان موجود انا لما حد وراني انا استغراب امتك انا ما شفتش اللقطة دي اه هذا يعني تدني على فكرة انا لقيت حد زي ملكا وحطتها وبعت هالي فيها مسبوقة مش وقت عليها فروح تداخل على الخاص بتاعه قلت له على فكرة ده كذب وفترة ده حاجة من عشرات وفبراكة انت هتعرض نفسك للمسائلة الخانونية وانا صور قلت له انا صورت الصفحة بتاعتك فراح داخل له على الخاص انا بعتذر جدا وانا هشيلها فورا قلت له انت بتدي الحق للموقات سعاد لانه قضيك فورا لانك وحنا هنقضي مين ولا مين يا أستاذ تنسب حاجة لنفسك انا وناشد الضمائر بقى يا ولاد ما تخسروش نفسوك وبدري عشان شوية كرة ونغيز بعض يا ولاد مش كده ان احنا نتقول على بعض وندعي على بعض ونقلف قصص عشان انت بتستفز المئات والآلات من الجماهير عشان بتخش ايه يعني تشتمني وانت كده حل ومبسوط ايه اللي كسبت ولا حاجة لان انا لن اتوقف عن دعم النادي الاهلي لن اتوقف عن الدفاع عنه لن اتوقف عن كشف الحقائق وانا ما بتجاوز في حق غيري لكن بصغر الحقائق فمحدش حيرهبني لكن انا بناشد بقى الجماهير خلي بالكم يا جماع لا ليه صفحات ولا بعلق انا حتى دلوقتي بطلت اعمل مداخلات وبقول للناس كلها كده لان هعمل معاك المداخلات حيكتزع الكلام وحيبتدي ترد عليه في حاجات تانية ايه خلينا نركز في اهدافنا كلنا دلوقتي وانا عندي البرنامج هنا اقول اللي انا عايزه صحية ورغم كده بنسلم عبدا ما بنسلمش بياخد جملة لاني الضمير لما يموت يصبح الوضع خطر جدا صحيح طيب الانتحاد الافريقي اعلم منذ قليل موافقته على اه تقديم معاد مباراة منتخب بوركينة فاسو ومصر في تصفيات كاس العالم المقرر لها القاهرة مفروض تتلعب سبعة اه يونيا قدمها يوم تلعب ستة يونيا اذا ستة ستة مصر وبركينة فاسو في استادر القاهرة علشان منتخب مصر يسافر غينيا بساو يلعب يوم عشر زي ما هو كان منتخب مصر طالب انه مباراة غينيا بيساوه برا تتأجل يوم عشان يلحق يسافر كان بيطلب انها تتلعب حداشر الكاف عد للمسألة قالك لا طب انا مش هلعب لك في المعادة التاني لكن هقدم لك المقرر دمان تلقي بقى كويس ليه لانه الاجندة الدولية هتبدأ يوم تلاتة فانت عندك تلات ايام مع بداية الاجندة استعدادا لمباراة ستة وتسافر على طول بعد المباراة مباشرة علشان تلعب مباراة غينيا بيساوه هناك ده اللي قرره الكاف منذ لحظات هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد طيب والدوري كده بالمنظر ده مين يمثل مصر فيه بطولتين افريقيا السنة الجاية الدوري مش هيخلص قبل 15 اغسطس وده معاد متأخر جدا بالنسبة لتحديد المشاركات المصرية في بطولتين اندية افريقيا تحديد الكرة او ربطة الاندية بالاحرى بعتت للاتحاد الافريقي علشان تسألوا نخلي تحديد المشاركة المصرية واسامل الفرق المشاركة بعد انتهاء الموسم المتوقع وبنسبة كبيرة جدا الاتحاد الافريقي هيرفض لانه الدوري بتاعك يخلص 15 اغسطس حيبقى الادوار التمهدية بتاعة البطولتين افريقيا بتبدأ فمش حينفع الحالة دي لايحة المسابقة كانت حاسمة واقاطعة قالت بالضبط ودي اللي للسنة التانية او التالتة تقريبا انه لو الدور امتد لما بعد توقيت تحديد المشاركات الخارجية يؤخذ بالنتائج الدور الاول للمسابقة طيب مفروض الاتحاد الافريقي بيحدد معات غالبا 36 انت عندك 36 حتى مش هيكون انتهت دور الاول بتزبط جد المؤجلات اخر مؤجلات محددة حتى الان الاهلي ويمكن 12 سبعة 12 سبعة هل ممكن عند 12 سبعة هيتبقى فيه مبارتين لم يتحدد بعد موعدهما الاهلي مع مدر نفيوتشر والزمالك مع بلدية المحلة فيه احتمالين فيه احتمال ان انت تلعبهم يوم 15 سبعة يعني خلصت 12 سبعة تلعب 15 سبعة بعد ثلاث ايام يبقى كده انهيته الدور الاول وتقول له هات الجدول الاول والتاني هيشاركوا في دور الابطال والتالت والرابع هيشاركوا ده بالتوريش دي اهلها الوستاذ احمد ديها من برها طيب اذا لو ما تلعبش الاسبوع اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الاهلي وفيوتشر والزمالك والبلدية لو ما تلعبوش ايه الحل الحل موجود في اللايحة برضو تشيل نتائج كل الفرق في نفس الجولة يعني بالصدفة الاهلي وفيوتشر والزمالك والبلدية دول كانوا ضمن الجولة السبعة ختام الدور الاول المفروض هتجنب كل نتائج الاسبوع السبعة 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 عن كل الفرق يبقى هتعاملهم كلهم على سبتاشر اسبوع مش على سبعتاشر لو انت كملت الدوري لو لعبت المؤجلات وانهيت الدور الاول مكتملا حيبقى الوضع حسب الجدول اللي موجود دلوقتي هتشوفوه بيرامدز الاول حتى الان من خمستاشر مباراة عنده اتنين وثلاثين نقطة ام بالتاني عنده تمانية وعشرين الاهل لو كسب مطشاته المؤجلة بما فيها مباراة بيرامدز حيبقى الاهل الاول وبرامدز التاني هتقول لي ليه اقول لك الاهل دلوقتي له اربعة وعشرين نقطة من اتناشر مباراة يعني بقيله خمس مطشات الخمسة في تلاتة بخمستاشر خمستاشر واتناشر خمستاشر واربعة وعشرين عفوا تسعة وثلاثين نقطة يبقى الاهل يقدر يوصل للنقطة تسعة وثلاثين لو كسب المؤجلات الخمسة بما فيها ومطش ايه بيرامدز اهلو بيرامدز اه احنا اعتبرناه كسب بيرامدز فاصبح الاهل عنده تسعة وثلاثين بينما بيرامدز حاليا عنده خمستاشر نقطة عنده 32 نقطة لعب 15 مباراة عفوا هيلعب مع سموحة ومع الاهلي لو كسب سموحة يبقى ل32 بقت 35 وخسر من الاهلي افتراضا يبقى بيرامدز 35 والاهلي 39 يبقى الاهلي الاول وبرامدز التاني طيب لو كسب الاهلي لو الاهلي كسب لو بيرامدز كسب هيبقى بيرامدز 38 والاهلي 36 36 لو اتعدلوا يبقى بيرامدز لو اتعدلوا هيبقى الاهلي 37 وبرامدز 36 36 يبقى اتعدلوا هيبقى في صالح لك يبقى في كل الاحوال الاهلي فرصوا المشاركة في دورة الابطال كبيرة بشرط لا دهولة والاهلي طلع التاني ما هو الاول والتاني بالضبط فالتنبقوا هما دي الترتيبة دي ها ملهاش دعوة يعني اذا اذا الاهلي وبرامدز وصلوا كل يعني بيرامدز كسب سموحة والاهلي كسب اربع مطشاط مش فرقى بقى مطشوهم خلاص هم بالاتنين وصلوا يسعدوا مع بعض طيب الحزبة بالنسبة للزمالك اولا يعني انت لو جيت قلت ايه الاسبوع السبعتاشر ده هنشيلوا يتشار اه زمالك عنده دلوقتي واحد وعشر ناط من تلاتاشر مباراة يعني بقيله اربع مطشاط الاول هقولكم مؤجلات الاهلي هيلعب مع فارق يوم اربعتاشر ستة ومع الداخلية واحد وعشر ستة والجيش واحد سبعة وبرامدز اتناشر سبعة ويتبقى ليه مباراة في يوتشر لم يتحدد موعدها حتى الان دي مؤجلات الاهلي مؤجلات الزمالك الاربعة هيلعب مع السيراميكا يوم اربعتاشر ستة ومع فارق وواحد وعشر ستة ومع الجيش يوم واحد وعشر ويوم حداشر سبعة عفوا ثم لهم مباراة مع بلدية المحلة لم يحدد موعدها بعد طيب الزمالك الاربع مطشاط اذا كسب سيراميكا وكسب فارق وكسب الجيش وكسب البلدية الاربعة خد منهم اتناشر نقطة مع الواحد وعشرين نقطة اصبح عنده تلاتة وثلاثين نقطة التلاتة وثلاثين نقطة تحط في المركز التالت مستريح لانه المصري عند لعب السبعتاشر ماتش خلاص وعنده تمانية وعشرين نقطة يبقى الزمالك فرصه في دخول الكنفدرالية كتالت الدوري نسبتها كبيرة جدا مال المصري وامبي بيتخانوا على ايه؟ هنا بقى الخناعة امبي والمصري امبي عنده تمانية وعشرين والمصري عنده تمانية وعشرين وكل واحد فيهم لعب السبعتاشر مباراة بس السبعتاشر مباراة لحظة واحدة اه مفهومش ماتشات من الدوري من الدور التاني؟ لا لا هم لعبوا ماتشات بعد كده من الدور التاني لكن انا بكلمك على السبعتاشر مباراة بتاعت الدور الاول يعني خلص الدور الاول بتمانية وعشرين ايوان طب الاتنين احتفلوا الزمالك بصوا الحقيقة في حاجة لافتة جدا واتمنى على ادارة امبي برئاسة المهندس ايمن الشريعي يراجع نفسه فيها ليه لانه حتى حصلت مع الاهلي مع الاهلي في 2003 انت قدمت احتجاج اولا عندك لاحة وثانيا اللاحة مش محتاجة الجدل ده كله اللاحة بتقولك لو حصل كذا يبقى كذا الاهلي فارق الاهداف طب ما هي منصوص عليها بشكل واضح وصريح قالك لا انا قدمت احتجاج ضد مباراة المصر عشان لاعب مزور انت افترضت ان هو مزور وقدمت احتجاج وقبلت الاحتجاج وخدت نقاط المباراة وجبت كاس وبتحتفل ده كلام غير رياضي بالمرة انه يحصل احتفال علشان انت قدمت احتجاج طب لو رفض الاحتجاج انت بتنتقص حق الاخر اللي هو الاهلي فانه هو البطر لا انت وفقا للليحة المصري كده كمان انا بكلمك عن ناشئين ما هو عن ناشئين اه ما هو المشكلة هو ويعمل عن مصر مرتين مرتين هو في الناشئين المصر طلع رد طيب في موضوع في موضوع الناشئين موضوع المشاركة الافريقية بقى في الكونفدرالية لو بسطوا على الجدول تاني المصر عنده 28 وامبي عنده 28 الاهداف الاهداف 5 و 24 واحد مبي عنده دفع بانه الاهداف بتاعتي افضل اللاحة بتقول ايه ما هو للأسف بنختلف على حاجة فيها نص اللاحة بتاعت المسابق بتقول في حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام الى المواجهة المباشرة بينهم ما هو شوف هنا بقى انا هكمل لك بس اذا تساوي فيها تلعب تدخل بفر الاهداف هو بيدفع بايه يقولك دي بعد نهاية الدور كله عشان يبقى لعبت مع الفريق رايح جاي برضو بتفسيره هو تفسيره هو فهي اللاحة بتقولك ايه في حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام الى المواجهات المباشرة بينهما فالمواجهة المباشرة بينهما كانت مباراة واحدة بين المصر وامبي فاس بيها المصري اصبحت المواجهات المباشرة في صالح المصري فارق الاهداف لصالح امبي بس الترتيب في الافضلية المواجهات المباشرة الاول هو ادى لنفسه انه لا المفروض استنى لما لعب الدور التاني وبناء عليها شوف النتيجة المطشين وطلب انه نلعب مباراتنا مع بعض ونشوف نتيجتها كانت ازاي فانت كده هتخرق حتة الدور الاول يعني هي دي المشكلة استاذ براهيم ان انت بتفصل النظام اللي ممكن يكسبك مش بتتبع ايا كان اللي هي حو رأيك فيها يعني انت ممكن تيجي تقولي هو انت مرة تقولي التي في النشئين مواجهة الاهدافن وتقول في دور الممتاز الخاصة المواجهات المباشرة ايوة دي دي لايحتها كده لا اللاا الاحتين مواجهة المباشرة بعد النقاط بعد النقاط بعد amount لاتنين يعني ان النقاط السناني والنقاط متسويين هنا في ٢٨ يؤخذ مباشرة مدم المباشرة الفارق الاهداف برضو صالح لا هنا فرق الهدف. المصر كان كسب انبي اتنين واحد. يا ابني. فرق الهدف هنا صالح انبي. ايوه طيب ما هو المعيار اللي قبل ده قبل المواجهات. ماهدل انا بقوله لك انت خلي بالك بس اسمعني. اه. قلت لك المعيار ده هنا المواجهات. في النشئين. اه. فرق النقاط. اهم حاجة انك من انت داخل المنافسة تقرأ الليحة. وتشوف هتطبق ازاي. هو بيحتاج. بان المواجهات المباشرة هنا. لا يجب الارتكاز عليها. ليه. لان ده ماتش واحد. وما تلعبش غيره. وده طبيعي لانك انت هتاقل ان انت يجد دور الاول بس. بس خلاص. اه. يبقى المواجهات اللي بينكوا على ماتش الواحد. اه. المسألة هنا مين اللي حيحكم. الاتحاد او الربط. طيب هتعمل ايه. انت ده معيارك. وده حلك. ما دي هترجعنا برضو لفكرة كيف احسب. طيب. لو ما تحددش معاد مباراة الاهل والزمالك والبلدية. في الاسبوع السبعتاشر. هتتحزف نتائج الفرق. عن الاسبوع كلها. يعني. كل مباراة الاسبوع السبعتاشر هتجند. عارفين في الحالة دي. اللي حيدار امبي. اللي حيدار امبي. مش المصري. وربما دي اللي كانت هتفض الاشتباك. لانه. في الاسبوع السبعتاشر لو اتجنبت. الاهل والفوتشر ما تتلعبش. والزمالك والبلدية ما تلعبش. بيرامز والجيش اتعدلوا صفر صفر. هتشيل نقطة من بيرامز. المصري والاتحاد. الاتحاد كسب المصري تلاتة اتنين. يبقى هتشيل تلات نقط من الاتحاد. يبقى انت كده المصري ما استفدش. هتشيل من من الاتحاد التلات نقط اللي خدهم. مش هتشيل منه المصري. هتشيل النقاط اللي خدها الاتحاد. ما هو اللي بيخسر ما يخدش. الاتحاد نعمدوش مشكلة. لكن هتيجي الامبي وفارقه. امبي وفارقه تعادلوا واحد واحد. هتشيلوا النقطة من امبي. يبقى المصري ما تشلش منه حاجة. بينما امبي هيتشال. هتخش فارق النقاط. اه. هيروح يخش المصري بفارق النقاط. ده لما تلعبش الاسبوع. الاسبوع السبعتاشر. لو تلعب خلينا بقى استاذ ابراهيم نقول ايه. ايه. اللايحة. ايه. انت اللي بينك وين الاتحاد طبق اللايحة. ايه. مش طبق تفسيرك. لللايحة. الخاص. اه. ازاي اكسب. اصل المشهد ده شوف ناف كزا حاجة. ام. كل واحد يحط معاييره الخاصة. ويقول لك المعايير دي. تطبق اطلع انا كزا. انا نادي مش عارف ايه. ايه. انا اكسب ايه. بس مش ده اللي مش ده نظام اللي تبانت عليه المسابقة. اي. اللي انت قبلتها. ام. عموما دي قضية قائمة. لكن انا برضو انا شايف ان فيه تصرع من اللي اتنين. اه. في الاحتفال. لان الزمالك عنده فرصة. الزمالك عنده فرصة تالت قوية جدا. ايوه. هم التانيين اللي اتنين بيتخانوا على الرابع. اه. بيقول لك انا. ايوه. ايوه. يعني الزمالك داخل تالت بالمؤجلات بتاعته. لو كسبها هيدخل تالت مستريح. الخناع على المقعد الرابع. طيب. شو بيروى والشناوي الليلة تشبه البارحة. لقطة مهمة جدا. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي. لانه في الكورة من يمة اليا كورة في مصر. ودايما العارين له اسد يحميه. ودائما عارين الاهلي واسده. هو دائم من يزود ايضا عن عارين المنتخب الوطن. من المراكز المهمة جدا على فكرة في تاريخ الكورة المصرية. مركز حراسة المرمى في الغالب. العناصر الابرز. حراس النادي الاهلي. عشان كده اعتقد اللقطة المهمة. شناوي وشبير. الليلة تشبه البارحة. قبل ما اقول لكم على لقطة الليلة والبارحة. عايز افكركم انه الحارس العملاق محمد الشناوي. وصيب بالزبط يوم اتنين وعشرين يناير الفين عشرين اربعة وعشرين. لما كان مع المنتخب في كاس الامم في مباراة مصر والرأس الاخضر. من يناير لغاية النهاردة. يعني احنا بنتكلم في اربع خمس شهور. اربع شهورة هو. والشناوي بعيد عن الملاعب بعد الاصابة المؤثرة والدراحة اللي اتعاملت في الكتف. مش عارف مين قالك بيتهرم. الله فاكر ساعدها. اطلع بعض المرضى النفسيين هنا قالك الشناوي خير من المباراة. اربع شهورة. اربان دولار اربع شهور الراجل. لعد مصطفى شبير الحارس الشاب. وكانت الناس قلقانة جدا. المهمة صعبة. وما كانش خاد مطشط كافية. وكله بقى يضرب اخماس في اسداس. الاهل عشان يتحسب لاي موقف طارق ممكن يحصله. بقدر باستقدام الحارس البديل محمود الزنفالي. ايضا لمواجهة اي طارق ممكن يحصل. لانه اي حاجة تحصل انت عندك مشكلة في مركز حساس. وده كان تصرف احترافي صحة جدا. لعب مصطفى شبير منذ اللحظة خمستاشر مباراة. فيهم سبع مباريات في دوري ابطال افريقيا. حافظ خلالهم على نظافة شباكه كاملة. عمل كلينشيت في السبع مطشط. ده رقم هايل جدا. ولعب في الدوري تمن مباريات استقبلت حداشر هدف. وده رقم سلبي مزعج. لكن المفارقة انه والناس طرحة مين يحرس مرمى الاهلي في مباراة الترجي. فتلاقي المفارقة العجيبة. امان الله مميش. بصوا المفارقة. هتشوفوا صورته. ده حدس الترجي اللي هتشوفوه. امان الله مميش. يعني ده فيتشر معمول في جريدة الاخبار النهاردة. شبير ومميش كوبي باست. ليه? بصوا المفارقة. مصطفى شبير 24 سنة ولعب لظرف الطراري. وامان الله مميش. عشرين سنة ولعب لظرف الطراري. الاتنين قادة فريقهما لنهاية افريقيا. مصطفى شبير القيمة التسويقية بتاعته ربعمائة الف دولار. مميش ربعمائة وخمسين الف دولار. مصطفى شبير ابن احمد شبير حارس المرمى السابق. امان الله مميش ابن والده برضو كان حارس مرمى سابق طارق مميش. احمد شبير والد مصطفى اتجه للاعلام. طارق مميش والد امان انتجه للاعلام. بصوا المفارقة. نا فيه مفارقة بقى ما تكتبتش. اه. مصطفى شبير عنده كم كلين شيت? سبعة سبعة فيه افريقيا. ده عنده تمانية. اه. اللي هي عاملة الخمسين الف الفرق. الخمسين الف دولار الفرق. فبصوا الحياء يعني الزميل محمد جمال جمعة في الاخبار. رصد المقارنة والمفارقة اللي بين الاتنين بشكل واضح جدا. لكن الليلة تشبه البريحة ليه بيعتها? سنة اربعة وتمانين. اه. بصوا العلاقة دي بس الصورة دي يا جماعة. تكشف لكم عن عمق العلاقة اللي بين الشناوي وشبير. اللي كله بيدفع باستمرار كل ما تفتح برنامج. او تبص في موقع او جورنان. ازمة ومين والشناوي. لدرجة انه مستر مارسل كولر في المؤتمرات بدأ يتسئل. قال لهم يا جماعة. اللعب المصري هنا عندكم فيه مشكلة. انتو بتتخيلوا ان كل واحد يشفى ويخلص التأهيل بتاعه لازم نيلعب بكرة. منتوش واخدين بالكم ان فيه كوتش بيد جرعات تدريبية وتجهيز وتأهيل بدني. ووقت ما هياخد اللعب الجرعة التدريبية البدنية والزهنية الكافية ويكون فت جاهز. هيلعب. لكن انتو عايزين انه تاني يوم يلعب. قال له مش انه حارس كبير جدا. بيتمرن. دخل التدريب فترة قليلة. لانه كان عنده شد في السمانة. خد جلسات علاجية. بدأ يتمرن. وقت ما هيكون جاهز للمشاركة مؤكد ان الجهاز هيدفع بيه. لكن برضو الناس ما بتسكتش يا مش مهندس. مش هتسكت. اه. مهدين انا بقول لك الليسي بقول لك الجو اصبح مرهق. اه. مرهق. ان كل حاجة لازم تتاخد في اتجاه سلبي. او خلق قزمة غير موجودة. او يعني وكأن الناس مش هيسعدها الا ما يبقى فيه خناءات وتقطيع حدوم بين كل الاطراف. اه. المنافسين مع بعض. حتى داخل فريق الواحد. ما يحدث لفريق النادي الاهلي. اعلاميا. وعلى السوشال ميديا. وبفعل فاعل. واختراقات داخل مجميع. وانا وصود جدا من وعي الكثير. من مشاجع الاهلي اللي هم على السوشال ميديا نفسهم. هم اللي بدأوا يتنبهوا. ويتصدوا للظاهرة دي. ايه. خلي بالكو. بلاش كده. لا احنا فيه في وسطنا ناس ربما احنا مش واخدين بالنا عايزة تاخدنا في اتجاه. لان فكرة انك انت كان جمهور اهلي تقارن بين اتنين لعيبة في الاهلي. تي خطيرة جدا. اه طب. بتخلق. اه. جو مش نفسنا. اه طب. في حين ان الواقع بيقول غير كده ان اللعيبة. بيمتمنيها الخير لبعضها. اه طب. واصل ما فيش حاجة. فرقة زل اهلي بتلعب كل هذا الكم من المباراة. ما فيش لعيب حقيقة ده رشيل ستين ماتش في لسانة. ما فيش. ايه. فمحتاج لزميله. اللي بيلعب. ويعمل يريح بي. خد الماتش ده اكينه باسكتبول او هندبول. في طول الستين دي اه بقى. اللي بتاع الماتش. الناس بتطلع وتدخل وتريح وتدخل وتطلع. ما فيش هنا مين اساسي مين احتياطي. يعني يبقى مين ما بيطلع يريح. وبينازم زميله مكانه. ما تعملش كده. اللعبة دي تقع منك. وتصاب. طبع. اللي بيحصل في 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 ستين دقيقة. بيحصل في ستين ماتش. نفس الفكرة. فكلنا نتنبه للفخ اللي كله عايز يسترجنا ليه. طيب الموقف اللي مصطفى شوبير. وجد نفسه فيه. من كان. من اربعين سنة. من اربعة وتمانين يبقى اربعين سنة. اربعين سنة بالضبط. تخيلوا من اربعين سنة. كانش لسه مصطفى طولت. مصطفى يا كابتن لسه. كابتن احمد شوبير لقى نفسه من اربعين سنة بيواجه الموقف اللي مصطفى بيواجه دلوقت. انه يلعب. في وجود حارس عملاق. بس الحقيقة مشكلة شوبير القب كانت اصعب بكتير من شوبير الاب. لانه شوبير الاب لقى نفسه مفيش الا محمد الشناوي. لك كان لك. كان فيه كابتن على الوطفي. لما خرج. لما خرج حارس الاساسي اللي انت هتلعب مكانه محمد الشناوي. واحد من افضل ان لم يكن الافضل فيه افريقيا مش في مصر بس دلوقت. شوبير الاب كانت مشكلته اصعب من اربعين سنة لانه كان قدام عملاقين. عملاقين بمعنى الكلمة. الناس عمالة تقولك اه مين احسن لعيف التاريخ. هما الاتنين موجودين. لانه صعب جدا تقول مين احسن حارس كابتن اكرامي ولا كابتن سابت البطل الله يرحمه. شوبير لقى نفسه بين المطرقها والسندان. لكن فرصة جات له انه يلعب في غياب الاتنين. من اربعين سنة. على فكرة سوئل احمد شوبير وقتها في احد البرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري. المزيعة بتسأله موقفك ايه وانت بتلعب مكان اكرامي وثابت البطل. طب هون راجعين هتعمل ايه. نفس الموقف اللي ممكن المزيعة دلوقتي تسأله المصطفى الشوبير انت باعك ايه لما العلت مكان محمد الشنوي. طب اهو رجع اهو. ناوي تعمل ايه. نشوف شوبير الاب. قال ايه عن الموقف اللي بيتعرض له شوبير الاب. شوبير جول كيبر النادي الاهلي. جات لك الفرصة للزهور في غياب ثابت البطل والاكرامي. وحصلتم على الكأس اللي احنا منحتفل بيه النهاردة. يا ترى ازاي الناس استقبلتك في غياب ثابت البطل واكرامي. وطبعا اه بالنسبة لي كانت المشكلة صعبة جدا لان كابت ثابت وكابتن اكرامي كانت الناس متعودة عليهم على طول في الملعب يعني. انهم جوان منتخب مصر. انما الحمد الله الناس قابلوني كواس جدا ودوني ثقة من اول مباراة. وقدرت لعب تسع مبارات مغير ما يدخل جوان لحد مباراة المباراة العشرة زمالك. والحمد لله الناس قابلوني كواس اوي ودوني ثقة من بدري او الحمد لله. الحمد لله. يا ترى يا كابتن النهاردة بعد رجوع ثابت البطل واكرامي ايه هو موقفك? يا طبعا عملها صعبة جدا لان زي ما قلت كابت ثابت واكرامي جوان كبار جدا. انما يعني هو لازم التدريب اقوى مما كان عليه. لان كنت في الفترة اللي فاتت لو واحد انما النهاردة بقينا ثلاثة. فلازم اتمرن اجمد من كده بكتير. وربنا سهل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ايه. ايه. طيب سمعنا انك انضمت اخيرا للفريق القومي. يا ترى كابتن احمد شبير قد هذه المسئولية? وطبعا المنتخب القومي ده شرف كبير بيتمنى كل لعيب في اي دولة اسوأ في مصر او خارج مصر يعني. وبعتبر دلوقتي من حدث المنضمين المنتخب القومي انا لعبت مع احتياتي مبراتين زي مبابوي في تصفات كاس العالم. انما يعني ان شاء الله ربنا سهل. انا دلاتك اترقم اتنين بتمنى انها بقى رقم واحد يعني. ان كل انسان عنده طموح يعني. وربنا سهل وازبت ان انا نقدم مسئولية بإذن الله. ان شاء الله. نحييك في النهاية وابنتمنى لات مزيد من التوفيق والف مبروك حصلكم على الكاس. مرسي جدا نفان دم عبالكاس افراخي ان شاء الله. طبعا هو هو يعني زكاء من ابراهيم انه يعني يجيب المفارقة سواء بين ماميش و وشبير الصغير او الظرف مفارقة الظرف ويجيب كم تشبير في اول ظهور آآ له. من اربعين نفس الكلام والمتخب وكل. بس انا لفت نظري بقى حاجة ثانية. يا جماعة والله شوفوا احنا فقدنا ايه. انتخذت بالكم المزيعة والتزامها. والبراءة في السؤال. مفيش لبف ودوران. مكتب لها سؤال بتسأله. واحد اثنين تلاتة وتسمع ما تعقبش. مفيش اللاجج وجدل. النهاردة اللي بيسأل. بحاكم. لا. اه ده بيقول بيقول. يوقع. اطول من السؤال اطول من الاجابة. اطول من الاجابة. اطول من الاجابة. اه دي مشكلة تانية. اه يعني. سا ايزولك على حاجة. يعني مع كل المقاربات اللي في البنى اللي ده. والحوار اللي تسأل فيه كابتن شوبير كان على هامش حفل. بيتنظم لتكريم فريق الاهل اللي فاز بكاس مصر. يعني شوبير لعب عشان الاهل يفوز بكاس مصر اربعة وتمانين. مصطفى جاب للاهل كاس مصر. لما شناوت اصيب. ولعب مصطفى شوبير عشان الاهل يفوز بالكاس. بس كان كاس السوبر. مش كده? ها? اه. طيب. لكن برضو كان فيه فكرة الاحتفال. لان احنا شفنا. لابوا كاس مصر. كاس مصر اه. اه. شفنا الاحتفال. اه لعب كاس مصر في السعودية. اه اه اه. النهائي. اه. في مطش الزمالك وكان ما شاء الله نجم المباراة. فزي ما شوبير من اربعين سنة جاب الكاس للاهل لما شارك اضطراريا. ياخد تاريخ ويعيد نفسه بحزافيره. اه. يرجع مصطفى يجيب الكاس للاهل بعد اربعين سنة. وده يحرص مرمى المنتخب. بيقول لي يعني المزيعة بتسأل شوبير انت كده هتروح للمنتخب. موقفك ايه. برضو مصطفى مرشح بقوة ان يروح للمنتخب. بس عايزين مصطفى الاب او شوبير الابن يتعامل زي ما تعامل شوبير الاب. قال لها التدريب سم التدريب سم التدريب. علي مسئولية كبيرة. ومنافسة. ومعلم في كوتش بقى. وان كوتش هيختار. اصلي. اه. اه. اذا شوف. انا مش عادي. دي قضية قد تخلق الحساسية. اه. اخلي بالك لو الناس ما تنغيش فيها. هتجد ان اكتر واحد. بيحنوا على شوبير بيحتضنوا. ويقولوا كامل ممكن يكون الشناوي. اي. واخد بالك لان ده مقفه السابت معاه. اي. لكن احنا هنقعد بقى نحولها يعني اتقوا الله. اتقوا الله. لان ايه ايه فكرة ان انا عشان اكسب اهدم اللي قدامي. صحيح. كل التوفيق. الف احمد الله على سلامة الشناوي. اذا الجهاز الفني ومستر كولر شاف انه في مباراة البلدية يوم الحد عنده فرصة للمشاركة. اذا شاف انه هيستنى شوية. لازم ننصر المدرد. كل الحب. كل التأدير. كل الاحترام لمجهود وكفاة كل لعبتنا. لكن كل الاحترام للقرار اللي يملكه المدير الفني. فاعتقد رغبات الجماهير تحترم. ولكن قرار المدرب هو اللي بينفز. لانه هو في الاخر اللي بيتحاسب. وهو اللي بيأمل ان شاء الله في النجاح. لكن خلينا في بعد اخر نتساءل. يا لجنة الحكام من يمسك باللجام. بعد ما الكلام اللي تردد كتير انه فيتور بيريرا. رئيس لجنة الحكام البرتغالي. حينتهي عمله بنهاية الموسم. بقت المسألة. تبدو كما لو كان الحكام بدون حد ماسك اللي جام. الدنيا منطلقة. الاخطاء كتيرة. الاخطاء متكررة. والسبب تسريبة انه بيريرا حيمش. فالحكام اللي بيلعبوا دلوقتي تقريبا مش واقفين كتير عند اللجنة ومن يديرها. وعلى ذلك فيه اخطاء كتيرة متكررة وفادحة. سواء في التعينات او في ادارة المباريات. او حتى في العلاقة بين حكم الفار وحكم الصفارة. اخطاء كتيرة جدا. النهاردة مباراة زد واسموحة كانت نموذج للاخطاء دي. مباراة الاهل والاتحاد. كابتن احمد الشناوي. بيتحدث عن ضربتي جزاء الاهل. رأيه فيه ومين شوفه. يعني. انا بس هتحك شوية. على ضربتين جزاء اللي اتنين في واحد دول. الموقف ده تكرر فيه ماتش تاني قبل كده. اه هو حسب على التاني اللي شافها. بس لما كانتش شاف لما كانتش التاني دي جات ضربة جزاء. الفار كان هجيب له الاولانية. لان دي مؤكدة. ده راجل بيلعب الكرة عشان رجله وقعه. اي. فالمحمد معروف عمل ماتش كويس. اي. انا لفت نظري هنا داخل. اشتغل على نفسه جامد جدا محمد معروف. بدنيا متضمر. مشدود. فت. اه تحس انه متمرن كويس جدا. ويبدو انه سمع بالنصيح وحب نفسه. لانه من ساعة اخر السنة اللي فاتت. ما راح برا والناس اشدت بيه. شو بتول تكس عنه شين. راجع راجع بشخصية مختلفة. بيجتهد. بيعمل. وارجو نكمل كده ما يسيبش حاجة تاخده في سكك. اه تبعده لانه عنده مقاومات. لا اي نطة غلط. ايوة. هو عنده مقاومات. تعارف الحكم برضو هيئة. اه طبع. عنده دي. اه. وعلى فكرة برا كان ملفت. نتمنى له التوفي ونتمنى لكل حكامنا. كابتن طاري مصطفى ابن الزمالك. والمدير الفني لفريق البنك الاهلي. بعد هزيمة فريق ابن الزمالك. نشوف رأيوه. بصراحة. بلانتي انا انا شكوك فيها. حاجة تانية. معلش معلش اه سيميليشن بتاعت قسامة. معلش. وبدري. وحتى لو انت احنا لنا اتنين زيها على فكرة. لنا اتنين زيها. هو واضح من البدري. هو واضح من البدري. ان احنا من اول دقيقة بين ان المطش. بين ان احنا ان احنا خسرانينه. خسرانينه. الله اعلم ايه السبب. فيه علامة استفهام. وربنا معرفة. في لغز. وعلامة استفهام انا مش شايفها بصراحة. بصراحة. يعني الحقيقة الفرق دي بالزاد بتسع علاها ليه? لان مش مستحملة غلطات قوي. وتمالي النتيجة فريق هون او حاجة ازا كده بتبقى مؤسرة. ومش عايزة من اقشى ان فيه قرارات جدالية. وبعدين يجي لك للستودات التعليل اللي يزودوا الملح على الجرح. ما فيش اتفاق. ويلا يعني المذهل مثلا في ماشي سموح. فيه اتفاق على كل. ان فيه دربة جزائل اسموح ما تحسبتش. ييه الا الراجل بتاعنا فريرا ده. اللي الظاهر قال كلام ورجع اه اتسرع. اه. طيب. اه يعني يعني الشدة مفيش حاجة اسمها جمدة وضعيفة. كابتن ياسر عبر اوف خبير التحكيم عن مباراة الزمالك والبنك نشوف. ده راجل محترم برضه. اه. اه. يعني طول عمروه يقولوا ان هي مفيش حاجة اسمها شدة خفيفة شدة جمدة. لان وانت وانت بتجري. اه. سبعك ممكن يخليك تفقد توازنة. صحيح. فلما بيتشد لدرجة ده جسمه متقوس لبرا. لا يمكن يبقى استيموليشن كمان. طب على الانت. يعني موتوا خراب ديار. يعني ما تحسب ليش درب الجزاء. وفي نفس الوقت تطردني. يعني الحقيقة. لا وبعدين انت عملت الفار ليه. طب الفار جابه ورهاله. بوضحاله من زاوية وطحة. البنة. البنة متلاخبط بقى له مدة. اه. شوف انا بقولك محمود معروف اشتغل. محمد معروف اشتغل على نفسه ازاي. البنة اشتغل ضد نفسه. لا البنة. احمل نفسه. احمل. او ابراش احمل يعني. اه. يعني. وسق زيان. رايح. رايح. عارف. حس انه هو الدنيا ماشى معاه. لا مش. لاب دعاله فترة فعلا. الله ده. يا راجل ضربة الجزاء بتاعتنا المؤسرة جدا. اللي تخلينا فارق اتنين في ماتش البنك. اه. الكده. اه. اه. لهو على الفار. ايه ده? ايه ده? ايه اللي بيحصل? ودي جي تقول لي اخطاق. لا دي مش اخطاق اخوانا. الحقيقة دي اخطاق كارثية. دي خطايا والله. ودي مش كلامنا. ده كلام فيتور بيريرا. رئيس نجلة الحكام. نشوف. تقرر تعترف بوجود اخطاق كارثية من بعض الحكام اثرت بشكل مباشر على نتائج بعض المباراة. دائما تحدث. اكبر خطأ دايق كذا الموسم. لانه النسب الاخطاء اللي غيرت نتيجة مباراة رغم وجود الفار تصل الى 13%. دعني اتحدث عن القرارات الرائعة. هنا هو دعم الحكام. وعندما ندعم الحكام ندعمه بقرارات رائعة وامثلة جاينا. اي اجري وديو. وجود اخطاء كارثية. طب يعني هو طبعا لما اقول دعم الحكام اهو الراجل بيه مضغوط عليه من الحكام بشكل قوي جدا يعني. فماشي. يعني ما ما ما. وانا ضد ان انا جيبي المسؤول عن التحكيب يقول رأيه. انا عايز اشوف فعله. اي. انا ما عامل ايه برأيه. هو مش محلل. ده راجل صعب قرار على رأي الكابتن صالح. انا متاخدش رأي في حاجة انا صعب قرار فيه. اه. رأيه وقراري. صحيح. طيب. انا ليه بقول لكم الوضع بتاع الحكام يا جماعة. لانه الاعلان مبكرا. من قبل الاتحاد. انه اللجنة مش هتكمل. خلى اللجنة مستباحة. خلى تعيناتها في كتير من التعينات المهزوزة اوي. خلى الحكام بيستسهله الخطأ. لانه محدش هيحسبهم ولا هيحرمهم. وكمان انت افقدك فرصة البناء الحقيقي. الرجل ده عمل تجربة هيلة جدا في التصنيف. التصنيف ناس كتيرة بتنتقده. لكن هو عمل حاجة احنا كنا مفتقدينها. قال لك انا هعمل تصنيف للحكام. حكام الدور الممتاز هم دول. حكام الدرجة التانية هم دول. حكام الدرجة التالتة دول. وحنقيم اول باول ونتحرك. او ننزل. حكام في الدور الممتاز مستواهي. ايه اللي تنزل للموسم اللي جاي اللي تحت. واللي بعد منه اول اللي يطلع. نتيجة دية كانت اذا كانت ظلمة حكام الصفوة او الحكام الدوليين بتوعنا الكبار. انهم بقوا بيلعبوا مطشات اقل. فوسعت الرقعة اول اللي بقيت الحكام في القسم التاني. اللي كان بيشاركهم فيهم حكام الدور الممتاز. لانه حكام بياخد له سبعة تامن تلاف جنيه في المباراة. لما يلعب في الاسبوع مبارتين فوق وتحت. اهو ده دخل كبير. اتحرم من ده لشان كده بيحارب النظام. واي حد هيودار من اي نظام هيحاربه. لكن زي ما قال للفرص المطشات للحكام الكبار ادي لك فرصة انك تعمل صف تاني وتالت ورابع. ان انت عندك ولاد صغيرين كتير طلعين من تحت. لكن مطلوب من الاتحاد يبين لنا من يمسك اللجام في لجنة الحكام. ده هيكمل ولا حيمشي. ودلوقتي يبقى افضل لانه الامر مستبع. واحنا هنكمل ولا هنمشي. هنقوم نمشي دمتم من الاهل دائما. ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير ان نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله. اسبوع على خير.